شفت الصناعة الكبيرة اللي فيها شعرية تقريباً ولحمة خطية وسطية كده نعم اللهم أنسوا أعتقد أنه محمر مثلاً اللهم أنسوا اللوحي الجاعة تقريباً جداً طيب مشاهدين دلوقتي الروح لموجز وأهم الأنباء مع ليند عبداللطيف يتفضل يا ليند شكراً أخمن التسعب بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التلفزيون النصري أهلاً بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير أضرحة آل البيت بشكل متكامل وعلى نحو يتناغم مع طابع التاريخي والروحني لها وذلك جنباً إلى جنب مع تطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين وقلال الاجتماع تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة التصميمات الهندسية والأعمال الفنية المتنوعة بدار القرآن الكريم وقاعة المقتنيات وقاعات المناسبات الملحقة بمسجد مصر فضلاً عن أعمال ربط مقر القيادة الاستراتيجية بالطرق والمحاور الرئيسية المحيطة توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية وذلك في إطار تكثيف التواصل والتشاور بين البلدين الصديقين ومواصلة تعزيز كافة أطر العلاقات الاستراتيجية المتميزة بينهما وتبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك هذا وصرح المتحدث باسم الخارجية أنه من المقرر أن يلتقي الوزير شكري خلال توجده بواشنطن مع نظيره الأمريكي أنتني بلينكين وعدد من مسؤول الإدارة الأمريكية بالإضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومراكز البحث والفكري بالولايات المتحدة قال الرئيس الأوكراني فلوديمي زيلنسكي إن القوات الروسية قد تستخدم أسلحة كيموية في أوكرانيا ودع زيلنسكي الغرب إلى فرض عقوبات شديدة على موسكو للحيلولة دون مجرد الحديث عن استخدام مثل هذه الأسلحة وأشر زيلنسكي إلى أن فرض حضر على النفط الروسي لا مفر منه وأن أي حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا لا تستهدف في النفط لم يكن لها تأثير على موسكو أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البانتاجون أن القوات الروسية تعزز صفوفها حول دون باس شرق أوكرانيا خصوصا قرب بندينة إزيوم الاستراتيجية وقال المتحدث باسم البانتاجون جون كيربي إن القوات الروسية تركز على دون باس مؤكدا في الوقت نفسي أن مدينة ماريوبل الستراتيجية لا تزال متنازعا عليها دع المستشار الألماني أولعف شولتس إلى تسريع إجراءات انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي ووعد المستشار الألماني خلال مؤتمر صحفي مع نظره الألباني أدي راما في برلين بالمساعدة في دفع الملف بكامل القوة المتوفرة لديه مشيرا إلى أن أوروبا ستشهد حقبة جديدة على خلفية النزاع في أوكرانيا طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي عدم تسريع واتيرة شراء النفط الروسي وقال بايدن خلال اجتماع مع مودي عبر الفيديو كونفرنس إن الولايات المتحدة يمكن أن تساعد الهند على تنويع مصادر طاقتها هذا من المقرر أن يلتقي الزعيمان وجه لوجه في الرابع والعشرين من مايو المقبل بطاكيو لحضور قمة قوال ربعية وهو تحالف يضم أيضا أستراليا واليابان يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن التحدث بشأن ارتفاع الأسعار الذي لم تشهده الولايات المتحدة منذ نحو أربعين عاما خلال زيارته اليوم لولاية آيووا الأمريكية وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية جان ساكي إنه يتوقع أن يكون معدل التدخم لشهر مارس في الولايات المتحدة والذي سيكشف عنه اليوم مرتفعا بشكل غير عادي وارتفعت أسعار الاستهلاك بنحو 8% خلال عام واحد وهو مستوى غير مصبوك منذ عام 1982 وفق مؤشر الأسعار الاستهلاك بالولايات المتحدة نهاية موجزة التسانع والاستكمال باقي فقرات طبع خير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة